ربنا حرمنا من الميركاتو الطبيعي في الوقت اللي العالم كله النهاردة مزهول بالصفقات والانتدابات سواء على مستوى الاجهزة الفنية او على مستوى اللعيبة مدارس كتير جدا منهم الريال مثلا راهن على اسماء والنجوم وشوفنا في بداية الميركاتو صفقة كيليا نينبابي لكن ده ما نعش ان في صفقات من العيار التقيل ولعيبة على اعلى مستوى ممكن نراهن عليهم السيزن ده لانه يبدو ان السيزن ده على وجه التحديد هيكون علامة فارقة في عالم كورة القدم بعد اختفاء اسماء من العار التقيل زي ليو ماسي زي كريم بنزامة زي كريسيانو رونالدو زي لوكا مودرتش وغيرهم من الاسماء اللي يمكن كانت بتمثل اهم اسماء او اهم النجوم في عالم كورة القدم على مدار العشر سنين الاخيرة النهاردة بنشوف بداية جيل جديد والنهاردة هقول لحضراتكم على بعض الصفقات المهمة جدا وبعض اللعبين اللي لو بتحب تتفرج على كورة حلوة راهن عليهم وتباحهم وتشوف هيقدموا ايه الموسم القادم ده هيكون جزء من تفاصيل حلقتنا اما عن اخبار الاهلي تعالوا نروح للأهلي نيوز روم وتشوف اهم الاخبار والتفاصيل طبعا الاهلي بيتمرن بدون اللعبين الدولين اللي اكتفوا ببرنامج استشفائي كده طبعا لعيبة دولية شاركت في مباراتين في خلال فترة زمنية كان فيهم كمان رحلة سفر طويلة جدا في البعض شارك اساسي في البعض اللي ما اخدش فرصة المشاركة او شارك بعض الاوقات من المبارات وده هيكون داخل في حسابات مارسل كولر وهو بيحضر لمطش فاركو خد بالك ومطش فاركو ده تحديدا يعني نموذج اللي هنتظر النادي الاهلي الموسم ده او ما تبقى من الموسم ده احنا اتفقنا انك انت في الدوري افكرك ورجعك بالذاكرة الدوري ده انت ملابتش فيه غير 15 مباراة فقط لغير ده معناه انه متبق ليك في خلال تقريبا تقريبا لو كنا متفائلين يعني لو كنت انت شخص متفائل اعتقد انه قدامك شهرين تقريبا او شهرين وشوية عشان تلعب فيهم 19 مباراة قسم الشهرين على التسعتاشر يطلع تقريبا كل 3 يام مباراة هل دي بس القصة؟ لا مش بس قصة في قصة ضغط المباريات او انك انت هتلعب كم كبير جدا من المباريات هيكون فيهم سفر داخلي طبعا مش كل المطشاط بتلعب على ارضك لكن مش دي القصة القصة كمان انه مواقف او الشكل العام للصراع في الدوري سواء في المقدمة او في قاعد جدول ابتدت تتضح معلمه يعني الناس اللي بتنافس على مقاعد مؤهلة للبطولات الافريقية في المربع الدهبي بانت معلمها مين قريب مين بعيد مين فقد الامل الناس اللي بتحاربوا دول كتير على الهروب من الهبوط برضو الحقيقة عدد لا بأس بيه من الفرق يمكن يكون الصراع حتى على اشده او الصراع اكثر قوة فيه قاعد الجدول عن مقدمته وبالتالي ده يأثر علينا في ايه؟ يأثر علينا في شكل المهاجه تهتلعب فرقه بالمناسبة وفرقه اعتقد موقفه مش كويس في البطولة يعني فرقه والدخلية والمقاولين هم اقرب تلت فرق تقريبا للهبوط حسب جدول الترتيب في اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها وده يأثر بشكل كبير جدا على الدوافع في المباراة انت لما تكون بتلعب فريق وطبعا يعني خلينا نحط على جنب شوية حتة انه اي فريق بيلعب الاهلي بالنسبة له مباراة الاهلي بطولة الشو الشو كله اللي بياخده اي لعيب كورت قدم او اي جهاز فني في الموسم كله مالوش علاقة لا بالتلت نقاط ومالوش علاقة بترتيبه في جدول الدوري ومالوش علاقة بفوزه من عدمه وتأهله من عدمه لقاءة بطولة افريقية الشو قدام الاهلي قصة تانية يعني الدوافع كده كده موجودة قدام النادي الاهلي يزيد من الدوافع دي الفرق اللي بتصارع في قاع الجدول يعني فارقه ما عندوش بديل النقطة الوحدة تفرق معا كتير جدا عشان يبقى فيه الدوري فبالتالي ده بيصعب بشكل كبير من المباراة او المواجهات بتاعت النادي الاهلي عمتا وخصوصا انك انت تقريبا تقريبا قدامك 19 مباراة اعتبرهم كلهم مباراة كوس يعني اذا كنت عايز تاخد اللقب السندي مطلوب منك ما تفرطش فيه ولا نقطة اللي يحسب لمرسل كله الحقيقة انه رغم التوقف الحقيقة انه سكواد الاهلي الحمد لله الحمد لله كله جاهز يعني سواء اللعيب اللي كانت بتتمرن في الايام اللي فاتت واحنا تابعنا مع حضراتكم التدريبات بتاعت النادي الاهلي اغلب السكواد الحقيقة الحمد لله ما فيش اصابات لعيبة كبيرة ولعيبة بعض صحاب خبرات كبيرة جدا عندك قوى ضربة هجومية حتى مع غياب برسيتاو وغياب وسام أبو علي عندك كهرباء عندك احسين الشحات عندك ريدا سليم عندك احمد عبدالقادر عندك كريم فؤاد كل دول بنتمحوا وبنشوفهم في التدريبين بشكل يومي ومباراة النجوم الحقيقة برضو الى حد كبير كانت تجربة كويسة عندك في نص الملعب طبعا فيه لعيبة ما شاركتش مع المنتخب فدي لقطات دي من تمرنت امبارح اللعيب اللي حالكم شايفينه دارين دور في الغاني اللعيب اللي تحت السن عبدالقادر دا سليم جاهزين سلقية عندك في نص الملعب مهم جدا احمد دبيل كوكا ما شاركش مع المنتخب حراس المرمى التلاتة طبعا زنفالي ومصطفى مخلوف واحد من حراس اللي من الناشئين زي ما حدرتكم شايفين محمود متولي كلهم الحقيقة اسمها تقلقت مع النادي الاهلي محمد مجدي افشا وبالتالي سكوهاد الاهلي مع عودة الدوليين وخصوصا اللي اللي مخدوش فرصة للمشاركة مش هيمثل تحدي كبير قوي للنادي الاهلي ان شاء الله قادرين نعدي مباراة الجمعة الاهم بالنسبة لي هو السعادة الحالة يعني الحالة الجماعية على وجه التحديد دايما بعد كل توقف بيبقى فيه كده مطبات صعبة شوية هي دي اللي احنا يعني بنبقى شايلين همها وهي دي اللي احنا بنبقى عاملين حسابها الدوليين رجعوا زي ما قلت لكم تحط لهم برنامج استشفائي بكرة هيشاركوا في التمرين ان شاء الله الشناوي مصطفى شوبير محمد عبد المنعم رمي ربيعة ياسر إبراهيم محمد هاني أكرم توفيق مروان عطية أحمد نبيل كوكا وإمام عشور وعمر كمال عبد الواحد بعد طبعا شاركوا مع المنتخب المصري وحمزة علاء وكريمة دي بيس اللي شاركوا مع منتخب مصر الأوليمبيا وبالتالي الفرايتي أو التنوع في الأوراق اللي مع مارس الكولر يطمنك بشكل كبير جدا ان شاء الله على مباراة فاركو والأهم واستعاد الحالة اللي احنا كنا وصل لها قبل ان شاء الله التوقف نقدر نوصل لها مرة تانية مع يوم الجمع مارس الكولر غضبان جدا لأنه رؤية اللحظة دي يمكن طبعا حالة بيرسي تاو مش واضحة ومجيش أي حاجة من جنوب أفريقيا كان المفترض أنه يبقى فيه تفاصيل أكتر من الجهاز الإداري والطبي المنتخب جنوب أفريقيا بعد إصابة بيرسي تاو في المباراة الأولى هم رهنوا على أنه الإصابة بسيطة وأنه البرنامج العلاجي اللي اتحطت بيرسي تاو يقدر يخليه يلحق بمبارات زنبابو ينبارح لكن ده ما حصلش كان مفترض أنه القصة كلها أو طبيعة الإصابة وطرق العلاجي يبقى فيه تنصيق بين الجهاز الطبي المنتخب جنوب أفريقيا والجهاز الطبي الأهلي لكن ده ما حصلش نفس القصة برضو لغاية النهاردة ويمكن مارس الكولر طلب من جهاز الطبي أن يبقى فيه تقرير طبي شامل عن حالة وسامة أبو علي وإمتى ممكن يرجع يكون جاهز للمشاركة مرة تانية مع النادي الأهلي